موسيقى السلام عليكم وضعت ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من ايران العديد من الشروط على مكتب المبعوث الاممي الى اليمن هانس جرودنبرغ مقابل قبولها بتخفيف الحصار عن تعز وفتح بعض المنافذ عضو الفريق الحكومي المفاوض وصف هذه الشروط بالمجحفة وغير الانسانية لكن الغريب في الامر هو الانصياع الكامل من قبل المبعوث الاممي لكل الطلبات الحوثية هذا الاستغراب يدفع فضولنا الى التساؤلات الاتية هل امتلكت ميليشيا الحوثي القوة الكافية ما جعلها تفرض شروطا للتفاوض على الحكومة اليمنية لماذا تربط ميليشيا الحوثي قبولها بمناقشة حصارها لتعز بدفع الرواتب والفتح الكامل لمطار صنعاء هل اصبحت الامم المتحدة راعية لميليشيا الحوثي الى درجة انها تقبل بما تطرحه الاخيرة من اجل القبول بالتفاوض هذه الاسئلة وغيرها سنترحها في برنامج حديث العرب لهذا الاسبوع الذي يحمل عنوان على مكتب المبعوث الاممي ميليشيا الحوثي تضع شروطا للتفاوض مع الحكومة الشرعية سنترحها على ضيفين في الاستوديو الاستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي استاذ ياسين مرحبا بكم شكرا جزيلا لكم استاذ محمد اهلا بي وايضا على الاستاذ سنترح اسئلتنا ايضا على الاستاذ عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية استاذ عادل مرحبا بكم حياكم الله مشاهدين الكرام وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير الى منحدر عميق يمضي الصراع اليمني وسط اعتراف اممي بالعجز عن احراز اي تقدم يذكر على صعيد المسار السياسي المبعوث الاممي الى اليمن هانس جرونبرغ خلال احاطته الاخيرة امام مجلس الامن الدولي اعلن اخفاق مساعيه في اقناع الميليشيات الحوثية بانهاء حصار تعز وفتح الطرقات مشيرا الى انه سيواصل جهوده في هذا الشأن دون ان يبدي اي تفاؤل بشأن احراز تقدم في ظل التعنت المستمر من جانب الميليشيا الحوثية احاطة جرونبرغ يراها كثير من المهتمين بالشأن اليمني كاشفة عن حالة العجز الاممية وتشير الى ما يمكن وصفه بنهاية الجهد فالمبعوث الاممي لا يملك القدرة على تحديد الخطوة المقبلة بناء على نتائج الهدنة المجددة والحوثيون هم المستفيد الاكبر من بنود الهدنة المحسنة لا سيما ان الميليشيا لا تزال ترفض تنفيذ البند المتعلق بانهاء حصار تعز رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على سريان الهدنة التي بينما تتواصل وتمدد تتواصل انتهاكات الحوثيين لها وتتواصل استعداداتهم العسكرية على الارض من اجل معركة قادمة وامام هذه الصورة الضبابية يأتي الموقف الاممي ليزيد الموقف غموضا وضبابية اذ ترمي المنظمة الاممية باللائمة على كل الاطراف حتى في فتح معابر تعز ما يعني مساواتا بين الضحية والجلاد وبين الشرعية والانقلاب وبحسب محللين فان التجاوبة مع دعوات المبعوث الاممي والدخول في مفاوضات لتوسيع الهدنة على اساس الاوضاع الراهنة وترحيل شروط الهدنة السابقة التي لم يلتزم بها الحوثي واعتبار انها محل تفاوض مقابل انتزاع مكاسب جديدة للحوثي كل هذا يعد بمثابة انهاء تدريجي للشرعية اليمنية من هنا كان صحيحا في رأي المحللين تلك الدعوة التي وجهتها الحكومة اليمنية الى مجلس الامن والمجتمع الدولي لاعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية او ممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهديئة واحلال السلام والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشير العسكري واعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد اذا المشاهدين الكرام لمن فاتته المقدمة نناقش في برنامج حديث العرب لهذا الاسبوع على مكتب المبعوث الاممي ميليشيا الحوثي تضع شروط للتفاوض مع الحكومة الشرعية اجدد الترحيب بكم استاذ ياسين استاذ عادل ابدأ مع استاذ ياسين استاذ ياسين هل اصبحت ميليشيا الحوثي قوية الى الحد الذي وصل بانها تفرض شروطها على الحكومة الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا اولا لك استاذ عادل ومحمد شكرا لزميرنا الاستاذ عادل وتحية لمشاهدي قناة الرافدين شكرا على هذه الاستضافة شكرا لك واشكر القناة انها في الحقيقة اهتمت بهذه الجزئية المهمة جدا في الصراع الدائرة على الساحة اليمنية والحرب الدائرة على الساحة اليمنية في الحقيقة محافظة تعز اليوم تتعرض لأسوأ ما يمكن ان تتعرض له محافظة او بلد في ظل الحرب وتقريبا هي اليوم بقيت خارج العناية الدولية لهذا هي منطقة شبه مستباحة من جانب الحوثيين ليس لانهم اقوية وهنا اجيب على سؤالك بل لان الحوثيين منذ البدء يعني هم عبارة عن استثمار شارك فيه اكثر من طرف دولي واقليمي ودفع به الى الساحة اليمنية وعطل من خلاله عملية سياسية عملية انتقال سياسي ناجحة جدا كان يضرب بها المثل في سياق الربيع العربي المغدور به والحوثيين اليوم يستفيدون في الحقيقة من جملة التحولات التي يشهدها الاقليم والمجتمع الدولي وساحة اليمنية ايضا نحن امام ساحة فتحت على عدة مشاريع ماضوية في الحقيقة وكلها مشاريع تأخذ حصتها من جسم الدولة اليمنية من تخصم من السيادة اليمنية من الكيان القانوني للدولة اليمنية هناك من يريد الانفصال وهناك من يريد استعادة الإمامة البغيظة وهناك من يريد استعادة سلطة صالح ولسؤال الحظ أن هذه الأطراف تتلقى دعما مفتوحا تقريبا من أطراف إقليمية ودولية عدة لكن الدعم الذي يتلقه الحوثيون في الحقيقة كبير جدا سواء من جانب إيران أو هذه التغطية السياسية واللوجستية التي يحصلون عليها من الغرب للأسف الشديد وهناك في الحقيقة قصص يعني متيرة للاهتمام يعني تفيد بأن الحوثيين تلقون حتى دعما عسكريا أحيانا من الأطراف الغربية وهذا الدعم إما أن يتم بشكل مباشر عن طريق إنزال جوي أو عن طريق السماح بالشحنات التي تهربها إيران بالوصول إلى الحوثيين مع بعض الاعتراضات التي تأتي من وقت الآخر لكي تثبت الأساطير الغربية مصداقيةها تجاه الحصار المفروض على الحوثيين فالحوثيون ليسوا قوة لأن القوى تشترط أن تكون لها حاضنة حاضنة اجتماعية ثم أن استفادت من قوة الدولة اليمنية ولا شك بطبيعة الحال هم عاملوا واستفادوا من كل ما أتيح لهم فرص وإمكانيات وأوجدوا يعني تثبتوا أنفسهم في إطار المعادلة العسكرية الحالية لكن لم نرى جدية في مواجهة الحوثيين عسكريا لا من التحالف ولا من الحكومة اليمنية ولا من الأطراف الغربية للأسف الشديد ولهذا أعتقد أن الحوثيين يخوضون معركتهم في ظل أريحية كاملة الضربات الجوية كانت تتم وفق قواعد الاشتباك يعني كان هناك حرص كثير جدا من نسبة للمدنيين إلى آخر رغم الإدعاءات التي تقول بأن التحالف استادف المدنيين لا الحوثيون استفادوا كثيرا من قواعد الاشتباك التي اعتمدها التحالف تحت الرقب الشديد للولايات المتحدة الأمريكية ولهذا خاضوا المعركة بأريحية كاملة وحركوا آلياتهم العسكرية في الجبهات واليوم يستفيدون من الهودنا بشكل كبير جدا في تعزيز هذه القوة ترى هم اليوم يستفزون المجتمع الدولي إذا افترضنا المجتمع الدولي يهمه تعز يعني اليوم الحوثيون قصفوا أحياء مدنية في تعز حاولوا أكثر من مرة أن نفذوا هجمات عسكرية على المنفذ الوحيد المتبقي لمدينة تعز هل يريدون تقوية وضعهم التفاوض ثم لماذا تتحول تعز إلى نقطة ارتكاز في المفاوضات الحالية مع أن قضية تعز قضية إنسانية في المقام الأول أنت تسعى إلى فتح معابر في نهاية المطاف يمكن للحوثيون أن يحتفظوا بكامل جهوزية هيما العسكرية لكن يتيح الفرصة لأبناء مدينة تعز لكي يتحركوا وينتقلوا بين أحياء مدينة الجزء الشرقي من تعز مفصول تماماً كلية عن جزءها الغربي وهذا أدى إلى فصل المجتمع عن بعضه وأدى إلى رفع كلفة الانتقال بنسبة للعائلات أيضا المشقة التي واجهها طلاب الجامعات والمدارس الأسف الشديد لا يمكن تتحملها إذا استمرت الوضعية الحالية على ما هي عليه فلماذا تتحول هذه المسألة إلى مرتكس تفاوضي مع أنها قضية إنسانية ولماذا لم تنترج بشكل مباشر في سياق الهدنة كشرط أساسي لسرعية الهدنة يبدو أن المجتمع الدولي كان يرغب في تحقيق هدنة لصالح الولادة المتحدة الأمريكية لكي يثبت الرئيس الأمريكي أنه سنتي على الهدنة واستغلت من قبل ميليشيا الحوثي وأيضا هناك انصياع أو عجز أممي عن الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية ولكن سنبحث هذا الأمر ولكن دعني أنتقل أستاذ عادل أستاذ عادل ما الذي جعل الحوثيين يمتلكون القرار في التفاوض هناك من يقول أنها انتصرت في معركتها ضد الحكومة الشرعية هل هذا مقبول نوعا ما؟ أولا يجب التوضيح مسألة مهمة هنا تصور بأن التفاوض قاء على خلفية الصراع الموجود اليوم الصراع الدولي في أوكرانيا وحاقة المجتمع الدولي للبحث عن البدائل الطاقة ومن ثم أيضا تأمين خطوط الطاقة في منطقة البحر الأحمر ولهذا قاءت الهدن مباشرة عقب هذه الحرب وكان هناك اهتمام دولي كبير حضرها هذه العملة لهذه الهدنة سفراء الدول الاتحاد الأوروبي المبعوث الأمريكي والمبعوث الأمم المتحدة وكان هناك ضغط شديد على الأطراف الأقليمة والداخلية أيضا لتدشين الهدن واستمرت الهدن منذ ذلك الوقت إلى اليوم وكل الأطراف سواء الحوثي أو دول التحالف ملتزمة فيما يتعلق بهذا البعد أو لويات المجتمع الدولي أو لويات الاتحاد الأوروبي الحوثيون ملتزمون بالهدنة نعم فيما يتعلق باستهداف دول التحالف المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات فيما يتعلق باستهداف البحر الأحمر هناك التزام كامل منذ أن عقدة الهدنة لم يقري استهداف دول القوار وكذلك دول القوار لم تستهدف الحوثيون وبالتالي فيما يتعلق بالحرب الخارجية هناك التزام من كل الأطراف بهذه الهدنة لأنها تمثل أولوية للمجتمع الدولي وفي سياق الحرب الأوكرانية وحاقة المجتمع الدولي الكبيرة للطاقة وبالتالي هي لا تريد مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتهدف إلى تخفيض التوتر في هذه المنطقة ومن ثم أيضا تحقيق الهدنة في الاتزام بالهدنة في المنطقة وهذا واضح واستمر إلى اليوم أما فيما يتعلق أيضا بالحرب الداخلة بلا شك أن الحوثي يعني يحدث خروقات مستمرة هو يحشد يعني باتجاه مارب وباتجاه تعز أنا أتصور بأنه تعز كانت محرقة يعني للأمم المتحدة في أثناء التفاوض بين الأطراف الأطراف الحكومي والحوثي في عمان في عمان في عمان نعم حول مسألة فتح المعابر في تعز الحوثي يجهز يعني يشن هجوم كبير على معبر خارق نفوذ الحوثي وهو المعابر الوحيد الذي يربط تعز في المناطق الجنوبية هذا شكل حرك كبير لقهود الأمم المتحدة ولمبعوث الأمم المتحدة تحديدا والذي يهدف أيضا إلى فتح منابع معابر تعز والتنفيس عن المحافظة فإذا بالحوثي أيضا يقطع الشرايان الوحيد بهذه المحافظة وهي رسالة مفادها بأن الحوثي غير ملتزم بما يتعلق أيضا بهذه الهدنة فيما يتعلق بالأطراف الداخلية بالحرب الداخلية هو أيضا حرب كبيرة في مأرب وأيضا بتعز الحوثي لم يهدأ خلال الهدنة يصعد بشكل مستمر وأيضا يحشد قواته ويستفيد أيضا من الهدنة في طريق تجميع قواته من قديد والحشد باتقاه القبهات تبتالي نتصور يعني الهدنة خدمت الحوثي بشكل كبير خاصة فيما يتعلق أيضا بالموارد المالية إذ فتحت الحديدة ومطار أيضا صنعاء وميناء الحديدة للحوثي والذي مكنه أيضا من قانين كثير من الأموال تساعده أيضا في تمكين في القبهة الداخلية الهدنة الأممية التي أعطيت للحوثيين وكما ذكرتم تفضلتم في ذلك يعني أعطت للحوثيين القوة العسكرية والمعنوية ولكن هل جعلها ندا للحكومة الشرعية أستاذ ياسين؟ طبعا هنا نحتاج إلى أن نكون موضوعيين تعرف أن الحوثي هو في النهاية يستخدم إمكانية الدولة اليمنية العسكرية والمادية التي تشكلت على مدى عقود ماضية الإنقلاب سهل للحوثيين مهمة السيطرة الكاملة تقريبا على كل موارد الدولة التسليحية والمالية والاقتصادية والقدرة البشرية أيضا وبالتالي الميزة ذهبت للحوثيين على كافة المستويات لكن تدخل التحالف ساهم إلى حد كبير في إضعاف الحوثيين وعندما تآكل نفوذهم ودورهم ليقتصر على المحافظات الشمالية لكن المحافظات الشمالية في الحقيقة هي التي تضم معظم الكتلة السكانية والكتلة السكانية هنا تتطبط بالموارد الحقيقية لأن في حيث يوجد الإنسان توجد الموارد فالمزايا التي حصل عليها الحوثيين تحققت من انقلابه هو وحليفه علي عبد الله صالح على الدولة اليمنية وعلى العملية السياسية ويبدو أن هذا كان الأمر في سياق مخطط دولي إقليمي كان الهدف منه هو تقويب السلطة الانتقالية التي تولدت من رحم ثورة التغيير في فبراير 2011 وكان هذا واضح أنه عقاب أوثار ثورة مضادة ضد الربيع اليمني لهذا الإمكانية التي توفرت للسلطة الشرعية فيما بعد هي الإمكانية التي جاءت عن طريق التسريح المقدم إما للجيش الوطني وهو محدود للغاية لكن هناك إمكانية عسكرية في الحقيقة ذهبت بسخاء إلى تشكيلات عسكرية أخرى وإن كانت هذه التشكيلات لم تكن تحت مضلة للسلطة الشرعية بشكل مباشر بل وأصبحت فيما بعد عقبة أساسية أمام الدولة والسلطة الشرعية وتهديد مباشر لهذه السلطة الشرعية وأسست واقعا جديدا في الحقيقة وأنتجت فيما بعد وفقا لعملية انتقال السلطة في السابع من أبريل واجهة جديدة للسلطة الشرعية الحالية فاليوم الموازنة من حيث القوة تكتب تكون متكافية من حيث القوة من حيث الاقتصاد من حيث الاقتصاد الحوثيين لهم ميزة أيضا هم احتفظوا بالبنك المركزي على ما هو عليه ينشط في صنعاء وإن كان بطبيع الشخصية الدولية للبنك المركزيين انتقلت إلى عدن لكن في النهاية المصارف الأساسية موجودة في صنعاء يعني الميزة من حيث الإمكانية الذاهبة لصالح الحوثيين لكن مع ذلك لو هناك دعم حقيقي للسلطة الشرعية عسكري واقتصادي لا أمكن هزيمة الحوثيين بسهولة لماذا؟ لأنه ليست هناك رغبة للمجتمع الذي تصلط عليه الحوثيون بأن يبقى الحوثيون على ما هم عليه هناك اليوم تقريبا حوادث كثيرة يتم تسريبها عبر فيديوهات من صنعاء هناك عملية إذلال مباشرة وكسر لإرادة الناس ومصادر الحقوقهم تخيل أن واحد من أكثر الناس ثقة في صنعاء وهو قاضي بعض في المحكمة العليا كان الناس في صنعاء يثقون به فيما يتعلق بصياغة أو تحرير العقود العقارية الحوثيون أنشأوا لجنة وأنشأوا شبكة من الكتاب والأمناء العقارين لكي يسيطروا على العقار بشكل كامل بقي هذا الشخص ينافسهم لأن الناس رفضوا الذهاب إلى من عينتهم الجماعة الحوثية وصل بهم الحال أن اختطفوه وعذبوه وقتلوه مع أن هذا الرجل يحتفظ في الحقيقة بأعداد كبيرة من الأوراق الثبوتية والعقود العقارية التي وضعها الناس لديه لشعورهم بأنه شخص أمين إلى آخره هذا يعطي مثل فقط لكيف أن الحوثيون في الحقيقة كيف أن الحوثيين يعملون ما بوسعهم لتعظيم مواردهم وهذا الأمر لأن هناك فسحة لأن هناك لديهم فسحة لو هناك تضييق وحصار حقيقي عليهم لما أمكن لهم الاحتفاظ بهذه الميزة التي تتوفر لديهم في هذه المرحلة المعسكر الشرعية إذا فرضنا أنه معسكر متكامل منسجم وفي الحقيقة إذا خض معركة ضد الحوثيين سينتصر بما لديهم إمكانيات بالإضافة إلى ما ستصل إليه إمكانيات من التحارف أو حتى من الإمكانيات التي سيحصل عليها من موارد الدولة أنت تعلم أن الموارد النفطية في النهاية بيد السلطة الشرعية لكن للأسف الموارد النفطية لا تستغل بشكل كامل وهناك الموارد الغازية أيضا معطلة الآن بالرغم من العوائد المليارية التي تأتي بها هذه الثروة الغازية فيمكن للسلطة الشرعية أن تكون أقوى بكثير من حيث الموارد والإمكانيات العسكرية إذا هناك مصدقية في دعمها ولكن في النهاية الحوثيين لديهم مستوى معين من الإمكانيات ثابت بأيديهم ويتحكمون به بشكل مباشر وهناك دعم أيضا يصلهم من إيران وهذا سمح لهم بتحقيق ميزة نوعية على المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي لكن في الحقيقة لو لا توطأ المجتمع الدولي والإقليمي لا أمكن هزيمة المشروع على القوتي على ذكر المجتمع الدولي ونفتح نافذة الموقف الأممي أستاذ عادل هل هناك مؤشرات عن عجز أممي في إحراز أي تقدم يذكر على صعيد المسار السياسي تعتقد ذلك؟ لا أنا أتصور بأنه قلنا هناك أولويات للمجتمع الدولي هذه الأولوية تتركز في مسألة الحفاظ على الهدنة استمرار تدفق الطاقة تأمين الطاقة للمجتمع الدولي وتعديدا المجتمع الأوروبي اليوم هناك حالة رهاب كبيرة في أوروبا وخاصة مع قدوم الشتاء وأيضا وآثاء وتدعيات العقوبات على الطاقة على روسيا وبالتالي أحدثت أزمة كبيرة في الاتحاد الأوروبي وبالتالي أصبحت الأولوية التي تدفع بها هذه الدول الدول الكبرى التي ترعى العملية السياسية في اليمن هي الحفاظ على الهدنة واستمرار تدفق الطاقة وهذا يمثل أولوية المجتمع الدولي لا يعنيه كثير ما يحصل في الداخل اليمني ما يعنيه في اليمن هو استمرار الطاقة من دول القليق وعدم تعرض الحوثيين لهذه الناقلات التي تمر عبر باب البندب والبحر الحمر وأنا أتصور بأن الممتحدة والمجتمع الدولي نجح في هذا المسعى واستطاع أن يؤمن هذا المسار عن طريق أيضا الهدنة الأولى والثانية والثالثة والهدن مستمر في هذا السياق وهناك نجاح كبير في هذا البعد تحديدا لا الحوثي يستهدف هذه البواخر ولا أيضا منابع الطاقة في الدول القليق ولا أيضا دول القليق تستهدف الحوثي وهذا يعني محط نظر الدول الأوروبية وأيضا يعكس أولوياتها فيما يتعلق أيضا بالأزمة ولكن أستاذ عادل نحن لدينا في العراق تجربة مع المجتمع الدولي سكوت المجتمع الدولي أدى إلى احتلال العراق وبالتالي أصبح رهينة بيد إيران يعني لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي هذا ما قصدته أنا قصد أن المجتمع الدولي اليوم يتحرك وفق أولوياته وفق مصالحه هو ومصالحه تقتصر اليوم على تأمين الطاقة هذه تشكل أولوية لهذا قادت تدافعت بشكل سريع إلى تدشين الهدنة في اليمن بينما كانت من قبل تدعم هذا التشضي الذي تقول أنا أتصور بأنه نعمل مسلسل واحد وفي المنطقة بشكل عام في العراق يعني دعم الأقليات ودعم هذه الفوضى المنظمة أنا أتصور بأنه بأنه استراتيجية أمريكية وهناك تخادم كبير مع إيران في هذا السياق ودعم أيضا للمشروع الإيراني في التوغل في المنطقة سلمت أمريكا العراق لإيران وأيضا تسلم اليمن الجميع يدرك بأنه تقدم الحوثين من صعداء إلى صنعاء كان برعاة السفير الأمريكي والأمم المتحدة وبالتالي لا زالت إلى اليوم تضع خطوط حمر أمام الجيش اليمني فيما يتعلق أيضا بهزيمة الحوثين أو اقتحام صنعاء وتحرير تعز وغيرها من المحافظة وبالتالي هنا تظهر أولويات المجتمع الدولي فيما يتعلق أيضا بدعم هذه الأقليات ودعم الفوضى في المنطقة العربية دعم الشقار الطائفي المدعوم الغربية أنا أتصور بأنه هي استراتيجية أمريكية بالأساس أبقى في هذه النقطة ووددت رأيكم في هذا الموضوع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي أعلن بشكل صريح إخفاق مساعيه في إقناع الميليشيات الحوثية بإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات تواطئ أم المجتمع الدولي عاجز عن مواجهة الحوثيين هل وصل الحوثيين إلى هذا الحد؟ هو طبعا كان موقف المبعوث الأممي هذا نادر من نوعه يعني عندما يسمى الحوثيين كجهة معرقلة فيما يتعلق بمعابر تعز لكن يبدو أن المجتمع الدولي ليست لديه تلك الحساسية تجاه تعز في الحقيقة تعز منذ بداية الثورة في 2011 وهي مستهدفة من الجميع في الحقيقة لأنها شكلت جزءا حيويا في ربيع اليمن النظام السابق نظام علي عبدالله صالح شيطنها بشكل كبير جدا وللأسف الإقليم تورط في مسألة إعادة توصيف تعز في مشهد الحرب وتعرف دوافع الإيدولوجية دائما هي ساهمت إلى حد كبير في استباحة هذه المحافظة هي في الفترة الأخيرة تصدرت تعز اهتمام المبعوث الأممي كذا لكن في النهاية أنا أعتقد أن هذا نوع من در الرماد على العيون العالم يظل ينظر إلى اليمن على أن الأمور فيها جيدة وأن الهدنة صامدة ما دامت أن لا تشهد خروقات كبيرة مثل إرسال صواريخ وطائرات اتجاه بلدان التحالف أو إقلاع طائرات التحالف واستهداف مواقع الحوثيين في اليمن فهنا هذا معيار على أن الهدنة ناجحة بغض النظر على الخروقات الكبيرة جدا التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز لكن في الحقيقة ذلك الموقف من المبعوث الأممي شكل خطوة متقدمة ونتمنى في الحقيقة أن يطور هذا الموقف لكن هل كانت له انعكاسات مباشرة هل تحرك مجلس الأمن الدولي هل لنتقط الإشارة للأسف لا الاجتماعات اللجنة المشتركة متعثرة بما يتعلق بفتح المعابر بل أن الحوثيين قاموا بهجمات استهدفت كما أشار الأستاذ عادل استهدفت إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي لمحافظة تعز في الحقيقة الحوثيين ربما يريدون تعظيم فرصهم التفاوضية من وراء هذه الهجمات لكي يحصلوا على مرتبات لجهازهم الوظيفي وبالتالي سنكون أمام حالة انقلاب فريدة من نوعها يتم تمويلهم بالكامل من السلطة الشرعية إن تحقق في الحقيقة هذا المطلب وهناك ضغوط على السلطة الشرعية للإيفاء بهذا المطلب لكن الاتفاق استوكهول محدد ذلك بأوضوح يعني تريدون مرتبات هناك مشتقات نفط تأتي سفن مشتقات نفط تأتي عن طريق ميناء الحديدة هناك سلع تجارية تأتي عن طريق الحديدة الرسوم الجملكية تذهب إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة هذا الحساب تصرف منه مرتبات الجهاز الوظيفي الواقع تحت سيطرة الحثين الحثين يتهربون من هذا البند بشكل كامل ويستنزفون هذا المخصص لخدمة مشروعهم الإنقلابي بشكل كامل سواء بشقه العسكري أو الاقتصادي أو على مستوى النفوذ الذي يمارسونه منذ وسيطرتهم على تلك المناطق أنا في الحقيقة لست متفائل فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة هناك تغطية أمريكية فيما يتعلق بصرع اليمن وهناك سردية أمريكية فيما يتعلق بصرع اليمن ليس لديهم مشكلة مع الحوثيين والنظام السائد في الولايات المتحدة الأمريكية أو قصد الإدارة الأمريكية الحالية هي إدارة ديمقراطية وهي ورثت الاستراتيجة نفسها منذ إدارة أوباما هم يعتقدون أن الحوثيين طرف يمكن أن يفيد في مواجهة الإرهاب لكن أين هو الإرهاب؟ في الحقيقة لا يوجد إرهاب هناك أطراف إقليمية اليوم تحاول عن طريق أدواتها المحلية أن تعيد استدعاء هذا الإرهاب لكي تمرر أجندة معينة لكن في الحقيقة لا يوجد إرهاب وبالتالي أنا في تقدير اليمن يحتاج اليوم إلى تحركات جدية من أجل الوصول إلى السلام لكن هذا السلام أعتقد لن يكون مستداما ولن يكون ثابتا ولن يكون رازخا ما لن يقوم على فكرة استعادة الدولة اليمنية وبناء دولة المواطنة والشراكة الوطنية هذا الأمر سيقتضي أنك تخصم من الأسهم الكبيرة التي حازتها الجماعات المتطرفة والمسلحة التي تقاتل لصالح أجندات مضادة للدولة اليمنية وأقصد بذلك جماعة الحوثي وجماعة المجلس الانتقالي والويات العمالقة وجماعة صالح والقوات التابعة لجماعة صالح في الساحل الغربي هذه الجماعة ينبغي أن تخصم من الرصيد الذي يحازته خلال السنوات الماضية لصالح الدولة اليمنية التي ينبغي أن تقوم على فكرة المواطنة للجميع شراكة من قبل الجميع بما في ذلك الحوثيين في الحقيقة لكن وفق الآليات المتعارفة عليها الآليات الديمقراطية التي تجعل الإنسان الحصة السياسية لأي طرف مبنية على ما يقرره صندوق الانتخابات والأي وسيلة أخرى طيب أستاذ عادل ذكر الأستاذ ياسين الخطوة المتقدمة إحاطة جرودنبرغ يراها كثير من المهتمين بشأن اليمني تشير إلى ما يمكن وصفه ونعته بنهاية الجهد ولكن هنا السؤال هل المبعوث الأممي يمتلك القدرة على تحديد الخطوات المقبلة في اليمن؟ لا أنا تصور بالنوع الأمر معقد كثير في اليمن وهناك تشابك لأطراف يعني مصالح الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق أيضا بالتحقيق أي عملية سياسية في اليمن واضح أن إيران لها يعني الدورة الأكبر فيما يتعلق بإرباك الموقف تجاه أي قهد سياسي قاد وحلحل الأسماء اليمنية كان واضحا أيضا أمام الحشد العسكري الكبير للحوثيين بالحديدة زيارة أيضا الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام وأيضا الرئيس وفدهم التفاوضي لإيران والتقاء أيضا بعلي أكبر ولاياتي المستشار المرشد للشؤون الدولية والذي قال بأن الحوثيين أظهروا قوة في باب المندب وهي رسالة يعني رأيها كثير من المراقبين بأن كل المسارات السياسية والعسكرية وحتى التفاوضية بيد إيران وكل الطرق أيضا إلى الوصول إلى الحوثيين تمر عبر إيران وبالتالي إيران تتحكم بالحوثيين بشكل كبير وأنا أتصور بأنه من الصعب جدا تحقيق أي عملية سياسية قادة في اليمن ما لم أيضا يعني تكون إيران أيضا حاضرة في هذا البعد وإيران هنا تربط كل هذه الملفات الإقليمية بملفها النوم وهي أيضا تستخدمها وتريد إبقاء اليمن أيضا متوترا أيضا حتى أيضا تتغلب على يعني من فوضاتها فيما يتعلق أيضا بالملف نعم أستاذ ياسين نحن تحدثنا عن الهدنة الأممية استغلت من قبل الحوثيين لتعشيد العسكري وإعادة التموضع ولكن هل تعتقد أن هناك جولة أخرى أشد ضراوة وقسوة فيما يخص القتال بين الحوثيين والحكومة الشرعية هذا الأمر في الحقيقة يعتمد على كيف ستتدحرج الأمور صممت الهدنة تقريبا تسوية الوضع في اليمن بأقل الكلف الممكنة تقريبا كل الأطراف تحتاج إلى هذه الهدنة لكن ليس لتحقيق السلام وإنما للحفاظ على المكاسب وتنميتها وفرض وقاع جديدة بحسب الأجندات التي لدى أطراف الصراع وأطراف الصراع هناك أطراف محلية وهناك أطراف داعمة لها في الحقيقة الأجندات الخارجية في الغالب تكون هي المهيمنة والأدوات الداخلية تكون رجع صدى أو إنعكاس لهذه الأجندات فما هو واضح اليوم هو أن الجميع ذاهب إلى تعميق الهدنة وتوسيعها الحديث عن تعميق الهدنة وتوسيعها هو أنك تعطي الحوثيين مكان يريدوا تحقيقه من خلال مواصلة العمل الأسكري طيب تعميق الهدنة يعني كأن يحصل على مرتبات للمشروع الإنقلابي وهذا يعني يوصلنا إلى هذا إلى هذه المفارقة العقيبة هو أن السلطة الشرعية المنقلب عليها تمول المشروع الإنقلابي هذه فارقة في الأزمات وفي الصراعات من التعميق أيضا زيادة الرحلات تمكين الحوثيين من استخدام الهويات الخاصة الوطنية يعني تكريس سلطتهم بشكل كامل يعني إلى درجة أن سلطة الحوثيين تنمو وتتطور وتصبح دولة حقيقية والحكومة الشرعية بتقديم هذه التنازلات لصالح الجماعة الإنقلابية في الشمال ولصالح الجماعة الإنقلابية في الجنوب تفقد حويتها وتأثيرها ونفوذها وبالتالي تحت مضلة الهدنة سنجد أن المجتمع الدولي يتعاطى مع الوقاعة الجديدة على أنها مسلمات أيضا أن الهدنة تهدف إلى تطبيع الأوضاع وتطبيع وخلق انطباعات لدى المجتمع اليمين نفسه بأنه ليس لديك إلا هذا الذي يترسخ اليوم بوسطة استمرار الهدنة أنا في تقديري أن الحرب هي أفضل حال من الهدنة اليوم يعني هي أقرب لتحقيق السلام من الهدنة نفسها اليوم الهدنة تعطي ربما تعظم مكاسب الجماعة الإنقلابية بينما لو هناك حرب حقيقية وصدقة النواية لدى الأطراف التي تريد استعادة الدولة اليمنية لما أمكن للحوثيين أن يحققوا كل هذه المزايا والمكاسب لأن في الحقيقة المآلات إذا لم تذهب باتجاه تقليص نفوذ الحوثيين وإجبارهم على أن يتحولوا إلى طرف سياسي فهذا يعني انتصار كامل للمشروع الحوثي الإمامي الكهنوتي وهو مشروع مرتبط بإيران وهذا الأمر في نهاية المطاف سيحسب انتصار لإيران وانتصار للحوثي لا تقل أن الهدنة أو رغبة المجتمع الدولي في السلام أو رغبة الأطراف الداخلية المتصارعة في السلام هي التي أفضت إلى هذه الوقاعة لا هذا الأمر سيحسب على أنه استحقاق عسكري استراتيجي محسوب لإيران ولجماعتها في اليمن حازته بقوة السلاح وبالإرادة الدولية وعبر هذه الهدنة لهذا أنا ما أره اليوم هو أن هذه الهدنة تفقد الشعب اليمني قدرته على مواجهة التهديدات وتحد دون رغبته في استعادة الدولة بكل الإمكانيات المتاحة وأنا أستغرب أن تعمل مقارنة بين ما يحصل في اليمن وبين ما يحصل في أوكرانيا المجتمع الغربي الذي يضغط باتجاه تمرير اعتماد الأليات السلمية لتحقيق السلام في اليمن لا يتحدث عن السلام في أوكرانيا مطلقا ولا يتحدث عن الوساطات ولا يتحدث عن المجتمع المدني ولا يتحدث عن المرأة ولا يتحدث عن الشباب يتحدث فقط عن السلاح عن السلاح فقط المجتمع الغربي اليوم إمكانيات دعم سلاح من أجل تحراز النصر على الجيش الروسي بينما نحن في اليمن نفقد وطننا ودولتنا وحقنا في العيش المشترك ويتم الضغط علينا بواسطة هذه السرديات الكاذبة والمراوغة والمخادعة التي تمنح كل هذه الأطراف الشريرة التي استحوذت على نفوذ الدولة في بلادنا فرصة للاستبداد والبلطجة على حساب الشعب اليمني بكامله للأسف الشديد أستاذ عادل في كل مشكلة لابد من البحث عن مستفيد سأبحث هذه النقطة مع جنابكم الكريم ولكن دعوني أذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نعود بإذن الله مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب نناقش ميليشيا الحوثي تضع شروطة للتفاوض مع الحكومة الشرعية وهذا كله مطروح على مكتب المبعوث الأممي في اليمن أستاذ عادل بناء على نتائج الهدنة المجددة ولكن من المستفيد الأكبر من هذه الهدنة وعدة أطرف أهم أبرز هذه الأطرف طبعا الحوثين الحوثين استفادوا من الهدنة ولا نرتب وضعهم العسكري في الميدان خاصة أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة خلال 7 سنوات حرب وبالتالي هي فرصة قيدة أيضا لعادة ترتيب القواتهم ثم الحشد في القبهات وهو ما يتم الآن الأمر الآخر أيضا متعلق بالموارد المالية الكبيرة التي يقنيها الحوثيين قرأ أيضا فتح ميناء الحديدة ومطار صنعة والذي اترتب أيضا على هذه الهدنة الأمر بالنسبة للمستفيد الآخر طبعا الدول المجتمع الدولي وقلنا لها حاجة فيما يتعلق أيضا باستمرار تدفق الطاقة والتهديئة وتخفض التصعيد في هذه المنطقة لأيضا محاولة امتصاص الأزمة وتداعية العقوبة الناتجة عن العقوبات على روسيا وأزمة الطاقة الحادة الموجودة في الغرب وبالتالي هي لا ترغب أيضا بمزيد التوتر في هذه المنطقة وتريد الاستفادة من الطاقة الموجودة في دول القليق وبالتالي تضغط بكل قوة على الأطراف الإقليمية والداخلية لضمان استمرار التهدي وبالتالي الدول الكبرى هي مستفيدة أيضا من استمرار الحكومة الشرعية مستفيدة نوعا ما؟ الحكومة الشرعية هي الطرف الغائب وهي الطرف الأقل استفادة من هذه الهدنة بلا شك أن هناك مجلس رئاسي قديد يعني يريد أن يرتب وضعه في المحافظات المحررة في هذا السياق يمكن يستفيد من الهدنة هذه لكن أنا أتصور بأن المستفيد الأكبر هو الحوثي لأنه مرتب أيضا وعنده ولديه أدوات وأليات أيضا للاستفادة من هذه الهدنة ولديه أيضا رؤية فيما يتعلق أيضا بالحرب في اليمن خاصة وأن هذه الرؤية ترتبط أيضا بإيران التي ترسم مخطط توسع في المنطقة طيب أستاذ ياسين تتواصل تمدد الهدنة تلو الأخرى وأيضا تتواصل انتهاكات الحوثيين لها وأيضا ربما تتواصل وهذا الأمر ناقشناه تتواصل الاستعدادات العسكرية على الأرض ربما من أجل معارك أو معركة قادمة لكن من المعقول هل من المعقول أن الحوثيين يريدون استمرار القتال على الرغم من الحالة الاقتصادية السيئة التي تعاني منها العاصمة صنعا وبقية المحافظات القاضعة لسيطرة الحوثيين أولا سأجيبك على مستوىين المستوى العسكري الحوثيين في الحقيقة لم يوقفوا القتال على المستوى الداخلي هم يقاتلون في مارب ويقاتلون في تعز ويقاتلون في الضالع ويقاتلون حيث ما أرادوا أن يقاتلوا حيث ما أرادوا أن يحققوا مكاسب إضافية وفي الحقيقة زادت الهاجمات في محافظة تعز والضحايا استخدموا تقريبا كل الأسلحة بما فيها الطائرة المسيرة وقتل الأطفال والنساء وهناك اختطافات وتعديد واليوم هناك قصف هذا اليوم هناك قصف على الأحياء المدنية في مدينة تعز نفسها إذن نحن أمام معركة يواصلها الحوثيين دون هوادة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية لكنهم لا يرسلون طائرات ولا صواريخ باتجاه السعودية ولا الإمارات ولهذا المجتمع الدولي يقول أن الهدنة ثابتة كذلك طالما وطيران السعودي الإماراتي لا يتحرك باتجاه اليمن لقصف مواقع الحوثيين أو أهلياتهم فهذا يعني أن الهدنة ثابتة في نظر المجتمع الدولي إذن من الناحية العسكرية الحوثيين يقاتلون ويواصلون القتال والتحشيد وبالتالي أنا في تقديري أن الاستفزازات التي قام بها الحوثيون تستدعي رد فعل أقوى مما يحدث اليوم لأنه الذي يحدث هناك هجمات حوثية أو هناك صد من جانب الجيش الوطني لهذه الهجمات إذن نحن أمام معركة متواصلة المطلوب اليوم هو ارتداد قوي جدا ولو أدى ذلك إلى انهيار الهدنة لكن هناك من يتحكم بالهدنة في الحقيقة والذي يتحكم بالهدنة تقريبا سحب قرار استمرار الهدنة من عدمها من الأطراف الداخلية وأقصد في الحقيقة الذي يتحكم هو التحارف هذا بالنسبة للمعسكر الشرعي على المستوى الاقتصادي هل لديهم قدرة على الاستمرار في الحرب أو على خوض معركة في الحقيقة هناك فصل تام بين الوضع المعيشي للإنسان الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين وبين الإمكانية العسكرية المعاناة كل مكان هناك معاناة من جانب الشعب اليمني هل تعلم أن الموظفية الأجهزة الحكومية التي يسطر عليها الحوثيين لا يتقاضون مرتبات يعني كل شهر يصرفون نصف مرتب في هذا الشهر سيصرفون نصف مرتب عن شهر مثلا أبريل 2018 نصف شهر عن شهر إبريل 2018 يعني الناس يشتغلون بلا مرتبات بلا مرتبات طيب المشتقة النفطية هناك مشتقة نفطية تأتي من إيران مجانا هذه المشتقات تبع بأسعار عالية جدا للمواطنين جدا عائداتها تذهب إلى بناء اقتصاد موازي يخص الحوثيين ومشرفية الحوثيين وقيادات الحوثيين هناك قطاع اقتصادي تأسس لخدمة المشروع السياسي للحوثيين هذا القطاع لا علاقة له بمصالح الناس المباشرة بل أنه يتعزز دائما على حساب مصالح الناس المباشرة وعلى حساب معيشتهم الحوثيون شكلوا لجنة فيما يتعلق بالإغاثة هذه اللجنة تتدخل في نشاط المنظمات الدولية التي تقوم بتوزيع المعونات الإغاثية للناس يتحكمون في مسألة وصولها إلى الناس في مناطق سيطرتهم تصور أنهم يوجهون جزء من هذه المعونات لصالح العملية الحربية هذا واحد من أسوأ الأمثلة على سطوة الحوثيين وعلى جبروتهم وعلى أثرهم السيء بالنسبة لحياة الناس فهم يبنون مصالح اقتصادية على حساب الناس المعركة تستمر لأن العوائد التي تأتي من المشتقنة النفطية والعوائد التي تأتي من الضرائب وهناك رسوم لا حصر لها بما فيها الخمص بما فيها الخمص مبيعات العقارات أشياء كثيرة نسب عالية جدا يتم تقاويها من الناس فالناس يعانوا الأمرين من حجم الضغوط الاقتصادية التي تعرضنا لها من الحوثيين كل العائدة هذه تذهب لتعزيز الموقف السياسي والعسكري للحوثيين على حساب الشعب اليمني فليس هناك تناقض في الحقيقة ما بين سعي الحوثيين لمواصلة العملية العسكرية وبين وضع الناس المعيشي لأن الحوثيين لا يلقون بالا للأوضاع المعيشي للناس ولا يلقون بالا للخسائر المادية والبشرية التي تتلحق بالناس لأن هذا الإحساس العنصري لديهم يجعل لديهم الاستعداد الكامل التضحية بكل اليمنين في سبيل انتصال مشروعهم السياسي السنالي أستاذ عادل كما ذكر الأستاذ ياسين المشتقات النفطية تأتي مجانا من إيران تعتقد أن موضوع الهدنة أو الشروط التي وضعها الحوثيون على طاولة المبعوث الأممي تعتقد أنه القرار حوثي من الصميم أم أن الحوثيين قد أخذوا موافقة إيران وبالتالي تحركوا وأنا أشرت فيما سبق بأنه الناطق باسم الهوثيين الرئيس والتهم التفاوضي زار إيران بعد الحشد العسكري في الحوثيين وهذه الزيارة اللافتة أن هذه الزيارة جاءت بعد زيارة المبعوث الأممي لإيران وبالتالي هنا إيران أرادت أن توصل هذه الرسالة للمبعوث الأممي ولدول الإقليم والداخل اليمني بأنها هي التي تتحكم بقرار الحوثي وأنا أتصور بأن المجتمع الدولي هو يهتم كثيرا بإيران وأجنداتها في المنطقة لأنها هي القادرة على إيرباك الموقف بمعنى أنه قلنا أولوياته وفي استمرار الهدنة وفي ضمان ترفق الطاقة وبالتالي من القادر على إيرباك هذه الهدنة؟ هي إيران وأدواتها في المنطقة وبالتالي هنا قلق لماذا لا يتباحث المبعوث الأممي يتباحث مباشرة مع إيران إذا كانت هي التي تمرك القرار السياسي والاقتصادي إيران تدعي أمام المجتمع الدولي وأمام بأنها ليست لها علاقة وأن الحوثيين يديرون شأنهم بأنفسهم وأنها ليست لها وصاية على الحوثيين لكنها عمليا هي من تتحكم بقرار الحوثيين وهذا واضح أيضا من خلال التسليح هناك طائرات مسيرة وهناك أسلحة بلستية وهناك قرار ومشتقات نفطية ومن ثم أيضا ضباط إيرانيين هم الذين يدربون الحوثيين وهم يتحكمون بالقرار وحينما سقطت صناعة أدعت يعني ظهرت تصريحات في إيران بأن الحاصمة الرابعة سقطت في بيد إيران وبالتالي هناك الصورة واضحة بالنسبة لنا كيمنيين وللمراقبين لكن إيران تدعي بأن المسألة اليمنية مستقلة وأن الحوثيين هم من يقررون فيما يتعلق بالتفاوض لكن نتصور بأن إيران تستخدم وتوظف كل الملفات الإقليمية وخاصة الحوثيين فيما يتعلق أيضا بالتفاوض أنه هو بالتالي تستخدمهم لإرباك المجتمع الدولي وإقلاقه فيما يتعلق أيضا بحاجة المجتمع الدولي لإستمرار الطاقة سيدا سين بدقيقتين لو تفضلتم بذلك يعني ما المطلوب من جميع الأطراف في اليمن لإنهاء النزاع في هذا البلد تقريبا ليس لدى الأطراف أي استعداد لتقديم تنازلات لأن الصراع في اليمن انتهى إلى نتائج سيئة للغاية انتهى إلى تمكين مشروع سياسي يريد استعادة الإمامي وهو مشروع طائفي متطرف جدا ومدعو من إيران ولا يمكن أن يقدم تنازلات سياسية في الوقت الذي يعتقد أن لديه إمكانية هائلة لحماية هذه المكازب السياسية المشروع الانفصالي يتعزز ويستمر وينمو ويتطور ويترسخ في المحاوضات الجنوبية وهذا المشروع متصل أيضا بنفوذ أجندات إقليمية للأسف الشديد وهناك أيضا مشروع آخر مرتبط باستعادة نفوذ صالح في الحقيقة يمكن لهذه المشاريع كلها أن تهدم دفعة واحدة إذا ما سارت المعركة في الاتجاه الصحيح بمعنى أن الدولة اليمنية التي جاء التحالف لدعمها تمضي في تحقيق أهدافها المعلنة وهو دحر كل أشكال الإنقلابات واستعادة الدولة وفي الحقيقة الاستقرار في هذا الأقليم مرتبط بوجود دولة يمنية موحدة دولة تتكامل في علاقتها الحوثيين الحوثيين يمكن أن يكونوا مكون من المكونات داخل هذه الدولة لكن مكون بلا مخالب مكون يلتزم ويتقيد بقواعد العب الديمقراطية وكل الأطراف الأخرى أيضا بل أنه ينبغي أن تتحصن الدولة اليمنية في الحقيقة من كل هذه المشاريع خصوصا المشاريع المتطرفة وذات الصرغة الدينية التي يمكن أن تصادر حق الناس في التداول السلم والسلطة وفق البرامج بدل اللجوء إلى المبررات الدينية لهذا أنا متشائم جدا إذا ما أوكل الأمر لهذه الأطراف فلن تقدم تنازلات لن تقدم تنازلات مطلقا ولهذا المطلوب أولا أن يستيقظ الشعب اليمني أن يحظى الشعب اليمني بقيادة حقيقية لمواجهة هذه التحديات أن يستيقظ ضمير المجتمع الدولي وضمير المجتمع الإقليمي لكن أنا في تقدمي حتى هذا الضمير لن نستيقظ لأنه هو في الحقيقة الذي أوصل الأمور لمواصلتها أستاذ عادل هل تخشون تقسيم اليمن؟ اليمن عمليا مقسم هناك ثلاث حكومات موجودة كما ذكر الآخر في السعال الغربي هناك طارق عفاش وفي المناطق القنوبية أيضا الإنفصاليون المجلس الانتقالي والحوثي في الشمال وهذا يتم أيضا ضمن أيضا الرعاية إقليمية دولية وبالتالي أنا أتصور بأنه اليمن يسير في اتجاه التقسيم ولا يقد أفوق أيضا لدعم الدولة اليمنية بمعنى الدولة اليمنية ضاعت وأنا أتصور بأنه قوة الحوثي هو من ضعف الآخر من ضعف الشرعية اليمنية وهذا هو الذي يعاني منهم اليمنين أنا أتصور بأنه إيران تتحرك لوحدها في المنطقة في العراق لا يجد غير إيران أين الجانب العربي؟ غائب في سوريا في اليمن وبالتالي هذا هو سر ضعفنا أنه ليست لدينا رؤية نحن كعرب وكيمني طيب أنا أتقدم بشكر الجزيل أستاذ ياسين التميمي الكاتب الباحث السياسي شكرا جزيلا وكما أتقدم بشكر الجزيل إلى الأستاذ عادل المسني باحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدين الكرام الشكر موصول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة